نشر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يتضمن رسما بيانيا بعنوان سيناء أرض الفيروس أين كانت وكيف أصبحت وذلك لتسليط الضوء على التفرط الحقيقية والإنجازات في كافة قطاعات التنمية في سيناء ومدن القناة مما يدعو للفخر وذلك بعد ثماني سنوات من بدء تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء واستعرض التقرير الرؤية الدولية للتنمية في سيناء حيث تم تسجيل محطة بحر البقر كأكبر محطة معالجة في العالم بموسوعة جانس للأرقام القياسية لكونها تعد مصدرا هاما لمياه الري وحلا فعالا لدعم الزراعة بمنطقة سيناء وأوضح التقرير جهود الدولة في إطلاق المشروعات الاستثمارية والصناعية لتنمية سيناء ومدن القناة حيث بلغت زيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء أكثر من 15 ضعفا مسجلة 73.3 مليار جنيه عام 2022-2023 حيث بلغت زيادة في سيناء